اشتركوا في القناة في نهاية هذا الصوم استعداداً لعيد الأسبوع الآلام وعيد القيامة في هذه السنة 2019 أريد أسوي رياضتنا على كلمة كثيرة تكررت بوسائل الإعلام بهذه السنوات الأخيرة كلمة جهاد مجاهدين مجاهدي خلق هذه الكلمة شفتوها عند ماربولوس يستعمل مع تلميذ طيمثاوس يقول له جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها هل يا ترى أكو عدة معاني للجهاد؟ شكل نعم لأنه شفنا أن بعض المجاهدين يذبحون لكنه جهادنا يختلف أقدر أسمينه جهاد الطيبة وراح تشوفون شلون احنا بحاجة إلى هذا النوع من الجهاد أول مرة زرته روما كانت 1975 وروما قطعة فنية تسوى أنه واحد يزوره ويزور المتاحف والكنائس والكادرائيات بس أنا اللي بقي ببالي ما هو جمال روما اللي بقي ببالي هي عربانة صغيري مالبائع الأيس كريم ليش؟ وقفته ذا أشتري أيس كريم منه وشفته معلق صورة البابا يوحنى الثالث والعشرون اللي كان كانت توفى وجاء بعده البابا بولوس السادس فأنا ما تحملته سألتونه قلت له ليش انبقي صورة هذا البابا بينما ما حط أنت صورة بولوس السادس قال هذا البابا كان فقير مثلي وكان طيب ولهذا كلتنا نحبه ولما ننتخب قبل ست سنين هذا البابا الحالي فرنسيس القادم من بعيد هذا أيضا أكثر شيء لاحظون الصحفيين هو طيبته وبساطته وحذاء العتيق ورفضوا للكرسي الضخم اللي كان عادة يجلس علينا والشقة المتميزة اللي كانت مخصصة له ينزل في سنة مارتا مثلنا انزلتوا بنفس الفندق في الفاتيكان وكثير أكو قصص وحكايات عن الناس الطيبين والطيبة بحيث أكو كتب أكو كتاب عن البابا يوحنى الثالث والعشرين حكاياته يسموها فيوريتي يعني الزهور الفكهة هذه الطيبة بالحقيقة هي فرد ظاهرة تحتاج شوية نتأمل بيها لأنه ما هي من خصوصيات الناس العظماء فقط لكن ممكن تكون طيبة الناس العاديين مثلنا وعادة الناس الطيبين شوية يعتبرون غشم أو سذج هذا طيب خبس حار يقول لا يأكلوك لا تكون غشيم مثل هذه القصص أذكر شخصية مصرية قديمة كاتب اسمه خليل بيق مطران خليل بيق مطران مسيحي مصري كاتب مدرس يقال أنه جان وطالب فاديوم يقول له أنا كلش حزين أحتاج ثلاثمائة قنيه حتى أدفن أبوي وما عندي قام ثلاثمائة قنيه يعني ما قليلي قام غجال فتح جزدانه وطلع ثلاثمائة قنيه حتى يدفن أبونه ذاك اليوم المساء خليل بيق كان طالع مع أصدقائه يتمشى الكورنيش فشاف من بعيد هذا الشاب اللي أخذ منه ثلاثمائة قنيه قيت مجلق ويضحك مع أصدقائه فحس خليل بيق مطران حس بأنه انلعب طلب من أصدقائه اللي كانوا معانه أنه يعبرون إلى الرصيف المقابل حتى هذا الولد لا يشوفه ولا ينحرج هذه طيبة هذه منتهى الطيبة في شيء يمكن كلتنا نشوف السوء اللي ارتكبه هذا الشاب ونقدر نقول هي يعني جريمة بحق استاذه أنه يضحك علينا ويعخذ فلوسه ويكذب علينا وأنه أبونه مات وهو بالحقيقة كذاب وأبسط شيء في داخلنا أنه هذا كان أحزن لو ينكشف أمامه ويتعرى عيبه لكن خليل بيق مطران مسيحي مسيحي يعرف أنه الطيبة بلا حدود والطيبة هي من الله ما مننا والكرم هو من الله ما مننا في هذه القصة نقدر أن نشوف أنه الطيبة تتبع قانون الجاذبية كونوا كاملين كما أن أباكم كامل جاذبية الطيبة الله هي اللي تكشف إلنا إحنا منين وإحنا الوين رايحين بالحقيقة أريد أجلب انتباهكم إلى أنه العالم كله بالاتجاه المعاكس يعني في كفة الميزان الأخرى اللي هي في كشف السارق كشف المجرم كشف الخطأ كشف الفساد معاقبة إلى آخره بس ننسى ننسى بأنه ينراد بالكفة الأخرى من الميزان كم واحد يروح يقف علا وعسى الميزان يتوازن لأنه من السهل أن نكشف الشر بس من الصعب أن نكشف الطيبة لأن الطيبة يسوء حط في منطقة ما يحسد عليها لمن يقول إذا فعلت شيئا جيدا لا تدع يمينك يمينك تعرف ما تعمل شمالك لماذا يا يسوع خبيت الطيبة بحيث هالإيد لا تعرف أشتعمل هذه الإيد وهذه صعبة من كنتم بحاجة إلى اشتراكات الفكر المسيحي أيام زمان ويأتي واحد يقل لي هذا مبلغ هلقد للمجلة أخبروا تسمح لي أنشرة يقول لي لا حتى إيدي ما تعرف أقول ما يخالف بس على الأقل حتى الناس تشوف وتعمل مثلك يعني حتى يقتدون بيك حتى أقدر أوفي الإجور اللي أنا الثقيلة الواقعة علي ولهذا ما دائما العمل بمبدأ إيد اليمين وإيد اليسار هو مفيد للي عنده مصلحة مثلي عنده مشروع يريد يبني يريد يعمر يريد يشفي يريد يستقبل طلاب يريد يساعد مهجرين يريد يعالج مرضى ما دائما أحتاج أكوف المنظمة عالمية اسم أولبيوس أولبيوس www.olbios.org أسسها واحد أصل يوناني أمريكي هو اسمه داميغوش هذا موقع على الإنترنت يكشف ويقيس الطيبة بالعالم ينطي إحسائيات ينطي أرقام وينطي حقائق أنا من دخلت على هذا الموقع فتحت عيني وما سديتوا من تعجبي هذا الشخص يقول الطيبة إذا جمعناها هي سابع أغناء مؤسسة بالعالم يعني أغنى أكو ست ست اقتصاديات قبلها الطيبة هي السابع أغنى اقتصاد بالعالم وتتكون من جمعيات خيرية ومساعدات إنسانية ومؤسسات تتكون من ناس مشهورين وناس غير مشهورين من ناس فقراء ومن ناس أغنياء لكن كلهم طيبين بمستوى الأرملة ما الانجيل اللي دفعت فلسين هذولا الناس الطيبين تكشف الإحصائيات وتقول بأنه خلال عشر سنوات الأخيرة تبرعوا بما يعادل ألف مليار دولار للمؤسسات الخيرية وهذه الإحصائيات المادية بالدولار يقابلها طيبة غير مادية يعني ساعات الخدمة والتضحية والعناية والسهر والاهتمام اللي تقوم بينه جماعات وملايين من الناس هذه عجوز بالبيت من يسهر عليها أولادها أعفادها الطيبة ما ممكن أن تقاس دائما بس على الأقل شيء القدر يقيسه داميقوس هو فرد شيء حقيقة مدهش ورائع وأقول هذا تجاه كل الكآبة وكل المتشائمين اللي حوالينا وبيناتنا ومنا وبينا ومن عدنا هذول المتشائمين اللي يقولون ما أكو طيبة أيام زمان كان أكو طيبة لا بالعكس هالعشر سنين الأخيرة أثبتت أنه ما كان صار بتاريخ البشرية هل قد ناس طيبين وهل قد ناس يسوون بالمجان بمبدأ مجانا أخذتم مجانا أعطوا بحيث تزايد المساعدات والطيبة قفز إلى 450 بالمية في أمريكا وأوروبا وكيد الإحصائيات ما تقدر تشمل كل الكرة الأرضية إذن نقدر نقول أنه أكو بورصة لسوق الطيبة ما حد يكتب عنه وسائل الإعلام والتلفزيون والأفلام والسينما مع الأسف ليش لأن يمكن بيأفت طابع غشم سذاجة هذا طيب هذا هذا على قد يعني أشيء اسمه على قد حاله ما يعرف المنق ينطي أنت تعرف هذا الذي قد تنطينه ما يستاهل إذا هالشكل أنا أنطلق ما راح أساعد كل أحد لأن ما أحد يستاهل إذا أباوع على نفسي أنا هم ما أستاهل إذا لكن الله يحبني وألا فعلا يساعدني إذن إيش أريد أقول أريد أقول أنه جهاد الطيبة يكشف بأن الناس الطيبين أكثر من الناس المجرمين والأشرار واللي بالسجون أكو كثير ناس فعلا بهذه السنوات الصعبة المرين بيا ساعدوا وأنا أشهد لولا قطعوا من ثم وساعدوني بالإيجارات وبالمساعدات وبالمهجرين وببناء المشاريع المستقبلية أكيد ما كنتوا أقدر أعمل ولا شيء ولهذا لما صار مهرجان الشكر قبل كم يوم في قرقوش ما رحت لأنه بالحقيقة أنا ما أنا اللي كان لازم أن شكر لأنه أنا أخذت بهالإيد وعطيت بهالإيد وما نطيت شيء إلا اللي جاني فإذن ما كنت أنا موضوع الشكر لكن الناس الطيبين اللي اللي عطونا الطيبة قلت هي جاذبية بس جاذبية معكوسة لأنه الأشياء تقع من فوق لجوه بحسب قانون نيوتن بحسب قانون التفاح ما لنيوتن بس الطيبة هي جاذبية معكوسة تصعد من جوه إلى فوق لأن الله اللي في السماوات هو الطيب الأول اللي عطانا أكثر مما نستحق هو اللي غمرنا هو اللي خلقنا هو اللي خلصنا ولهذا بالأخير رح أقراركم فاتقصة على طيبة الله وسبب حبه إلنا فاتقصة تبين إش قد هذا الحب إحنا لها ما كنقدرنا أن نصل إلى ربع 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 قيمته ولهذا رحي قارن يسوع بينا إحنا لما نحب أولادنا الدواعش اللي نحصروا في قرية باغوس الحدودية خافوا خافوا على أولادهم وتوسلوا بالمحاصرين وطلعوهم حتى لا يصير لمشيه ذكرت كلمة يسوع إذا كنتم أنتم الأشرار تحسنون العطاء لأولادكم فكم بالحري أبوكم يعطي الروح القدس للذين يسألونه إذن الله طيب بيح بدرب الصليب اللي يحضروا عماوس حطوا صورة رامبران هذه الصورة اللي بيها الأب الشاي بيستقبل ابنه ابن الظال فهذه الصورة صغيرة كانت ما كفير واضحة لكن كانت تبين أنه الأب عنده إيدتين إيد خشنة ما الرجل وإيد نعمة ما الإمرأة يعني الله هو بنفس الوقت أب وأم عنده حنان ورحمة مثل أب وأم وإيشعية يقوله إيشعية هل تنسى المرضعة طفلها وإن هي نسيت أنا لا أنساك طيبة الله هي طيبة أم وطيبة أب مجموعين فالناس الطيبين مثل مثل هذاك اللي فد واحد كان زنقين كان يمشي بالشارع وشاف فد طفل فقير إحواس عتيقة علينا فاقترب منه الطفل فهذا الغني بقلبه قال هذا أكيد سيقدم مني فلوس لكن الطفل قال له عمو عمو الجزدان ما لك وقع منك فإحنا دائما نتخيل أشياء لكن هي بالحقيقة مختلفة الطيبة لكل زمان طيبته لكل زمان أشكاله لكل زمان الحاجة أن نخترع طرق طيبة يمكن أيام زمان بالتعازي كان يسوون أكل وصار التقاليد اجتماعية أكثر مما هي تقاليد دينية وأصحابنا المهاجرين العراقيين اللي راحوا إلى أمريكا وأوروبا وأستراليا ودوا معاهم هذه التقاليد وعينكم لا تشوف إلا النور بالتعازي القوازي والصينيات والبقلاوة بحيث بحيث لما كانت أيام زمان تنعمل عندنا كل الفقراء ما المحلة كان يجون يأكلون وكانت فرصتهم أن يأكلون شوية طيب ولو مرة مرتين بالسنة لما تصير تعزية أما هسا فهذول اللي راح يجون يأكلون هذه القوازي قي يعملون ريجيم قي يمرسون كيتو أش يسمون هذا الريجيم ما يريد يأكل وما يريد يسمان وما يريد كوليسترول فهذه الصويني مثل ما هي تنشال وتنذب الزبل إيها هي ما طيبة هاي تقاليد لو كان قدرنا مثل ما عملنا بأبرشيتنا في كاركوك بالتعزية ما كو مظاهر مصطنعة شكلية نلغي هاي ماي وبكيفك هاي غيرت الأحوال ونقوم نفكر كيف نمارس الطيبة لأيام زماننا لعصرنا شلون نطبقها أفضل مما كان في الماضي الطيبة ما هي أنه بالترافيك لايت أنطي شيء مئتين وخمسين لطفل أو طفلة كنجابوهم أحيانا ووزعوهم على الترافيك لايتات بنوع من المافيا ما الاستغلال طيبة الناس هاي مو طيبة لازم أكون صاحي ومفتح باللبن لكن الطيبة هي شلون أنا أكتشف هذا الفقير الخجول المستور اللي ما يبين فقره اللي ما اللي أشعر بأنه دائما يغسل قميصه ويضربه أوتي ويجيني كشخة بس أشعر أنه ديبس هذا الرجال هاي كم سنة نفس القميص نفس القاط نفس البدلة يمكن حتى لا يكشف أنه هو فقير هذول الناس يمكنين بحاجة وثانيا الطيبة عنده عنده أبواب كثيرة يسوع من يشوف الأرملة أم الفلسين بس هو يشوفه ولهذا معنى اليمين واليسار إيدك اليمين وإيدك اليسار لكي يرى أبوك في الخفية الله يشوف اللي بقلبي ونيتي أنه أنا أريد أسوي خير ولهذا اتنظم الخير في العالم اتنظم خارج حدود الكنيسة أكيد الكنائس هي مناطق هي مناطق مساعدة حلوة كويسي أكيد ما دائما هي ناجحة في كل مجالات الطيبة لكن الحمد لله والشكر الطيبة عند الناس هي أكبر وأوسع من حدود الكنائس ولهذا المسيح راح ينطينا هذه هذه المسيرة مطيبة في في ثلاثة شكال طيبة وهذه الرياضة فعلا بعدين راح أوزعكم ورقة تتأملون بيها أكو ثلاثة شكال طيبة تنكشف في علاقتنا الثلاثية لأننا ديانة ثالوثية ليلة عيد القيامة من كانوا يتعمدون الموعوظين يدعون إلى أن القريب مالم أو إذا هي مقبار مما يجاوبون أن يتعمدون يقبلون باسم الآب والابن والروح القدس التطبيق الثالوث على ثلاث حالات اليوم أترجم لكم على ثلاث أشكال طيبة أنا مدعو إلى طيبة بيني وبين الله يعني أشت تصورون الله ما يحتاج لطيبتنا يحتاج لمن يقول يسوع الله يعجبه أن يسمع صلاتك صلوا ولا تملوا يعني من تروح أنت على البيت وأمك أمك تعباني من الشغل وتقعد في إياها هكذا بلاش بلا بلا مصلحة بلا أشطبختي بلا صبيلي بلا أشأكل بلا أشكال معاها ربع ساعة كيف حالك مام كيف حالك أذكر في الصديقة طبيبة وطبيبة مشهورة كانت تقول لي من أروح على البيت بابا وماما اثنين يتوجعون رأسا ويتمددون فإذا اعتنيت بأمي هو يقول إيه بس أمه وإذا رهته على أبوي هي رهته على نبيه إذ قل لي هي بحاجة إلي بحاجة إلى اهتمامي بحاجة إلى عنايتي أنا أصور الله أيضا بحاجة إلى أن نسمعه شوية نحكي معانو شوية كل أب كل أم يعجبهم نحكي معاهم مو بس هي مصلحة مو بس هي أشعر فناء هذه الطيبة مع الله هي طيبة الصلاة العلاقة مع الله هي طيبة العلاقة مع الآخر طيبة والعلاقة الثالثة مع ذاتي أيضا أنا بحاجة إلى طيبتي أنا هسا تشوفون الشو الله هو صحيح هو الخالق هو الأصل هو اللي قريتا لهوايا تعجبني بالسورة من نصليها بالدفنة قريتا لهوايا يعني كنا مختبيين بالعدم تعال 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 كأن خرجنا من العدم هلوم خارجا قريتا لهوايا دعوتنا إلى الوجود لأن نحن مهمين يقول الإيراميا أنا قبل أن يحبل بك في البطن أعرفك إذن الله يعرفنا من أزمنة الأزمنة كنا في فكر في ذاكرته لمن الطفل يكبر شوية يسأل ماما أنت من ازوجتم أنا أين كنت أنا أين كنت أنت كنت ببالنا أنت كنت بحبنا أش تجاوب أم فعلا هو سؤال محير ولهذا الناس الناس اللي ما عندهم طيبة عندهم كآبة ما أعرف إذا كنت شفتم فيلم ما شارلي شابلن اسمه الدكتاتور سوانوا قبل ما يسقط هتلر قلت بينه هتلر سنة 1943 بدأ بالفيلم وكان متردد لأنه هتلر كان يخوف أجمل لقطة بهذا الفيلم إذا تريدون تشوفونه أجمل لقطة بهذا الفيلم من شارلي شابلن يلابس ملابس هتلر يلعب بالكرة الأرضية على شكل بالون يعني ألعب بيكم طوبة كل الناس المطيبين يلعب طوبة بالدني يعني لا يأخذ جديات ولهذا هو كعابة الإنسان الطيب بالحقيقة بالوسائل الاجتماعية نرى كثير من السياسيين يضعونها بقالب قانون يضعونها بقوالب أخرى لكن عندما تظهر علينا هذه الطيبة رأسا نحس بتماس معانو يعني من نحن نتعامل مع الله أنه هو رهيب ودينونته مخيفة وأكو دينونة بالنهاية ونحكي عن جهنم ويجي الداعش يقول أنت تروح الجهنم يابا هذا دكتور فلان هذا فتح مستشفى عمل عمليات شفى بي خمسين مليون شخص هذا الطبيب اللبنان المصري المسيحي سألوا واحد قال له هذا شنو مصير قال هذا كافر هذا من جماعة اللخ هذا يروح جهنم بابا هذا أنت أش سويت حتى أنت تقول تستحق تجنة يعني هذا هو المنطق الحزين ما الناس غير الفاشلين وغير الطيبين مرض عالمنا مرض عالمنا لماذا كثير من الناس بتعدوا عن الطيبة لماذا كثير من الأهل لم يكن طيبين مع أولادهم تعرفون لماذا لماذا رجل لم يكن طيب مع مرته لماذا امرأة قاسية مع زوجه وأولاده تعرفون لماذا لأن نحن في زمن الكنترول كل شي كنترول كل شي رموت كنترول السيارة كنترول السبالت كنترول حتى الأقمار الاصطناعية من الأرض كنترول في ظانات لنا وين ما الموظفين غير يعملون كنترول مطر ما يعمل كنترول على المطر السدود لم يكن كنترول كل شي كنترول فكأن وقعنا في مرض الكنترول يجب الأب يفعل كنترول على أولاده مرة لا أستطيع كنترول أنت مطران فإن واحد من جماعتك عمل فلان شي أنا ما أقدر أسوي كنترول أنا ما أقدر قساني ما شرطة إحنا خدام إحنا نحاول نكرز نعلم هذه الأشياء بس ما ما أقدر يعني هذا مرض الكنترول أشي يقابلوا يقابلوا هاي الطيبة اللي يزرع يسوع بين ينزل كونوا مثل أبيكم ينزل مطره ويشرق شمسه زين من كون جفاف تعال يا الله لماذا أنت لا تنطينا مطر من يأتي مطر مثل هالسنة الحمد لله والشكر الثاني مرة بتاريخ سده كان ينترس من يوم الذي بنى سنة 1955 وخمسة وخمسين هذه ثاني مرة بس ينترس يعني سنة ما كنصار مثله الناس قد صيح وهي كافي هذا المطر كافي سحرنا وياكم صليتم للمطر انطيناكم مطر ولمن يفلت الكنترول نحن نفقد أعصابنا ونفقد إيماننا ونفقد سيطرتنا على تفكيرنا ونفسنا عتبني فاليوم فالشخص قال لي أنا هاي انت قد صار لك مطر قلت له خمسة سنين قال لي هسا انت ما فتت ببيتي قلت له أنا يعني أشجع عمل غير شكلية يعني اختلفت هاليوم الطريقة اللي بيا أكون مطر ومثل ما اختلف الطريقة يكون بيا فرنسيس بابا أو سيدنا لويس بطر اختلفت بالك أنه أنا مطر كنترول بس لو انت تأتي يمي تأتي على المحاضرات تأتي للكنيسة ستشوف أنه يمكن تغيير بالكنيسة بالعالم بالنظرة ما لازم تبقى أنت على مقياس أنه إذا مطر ما يفوت ببيتي أنا هم أعند ما أجي على الكنيسة يابا ليس هذه الشكلية القصة تعال تعال نتفاهم لأن علاقتنا كمسيحيين مع الله ما هي علاقة تقصير الزايد أخو الناقص نحن بشر ماروستينوس كان يقول صحيح أنا أسقف عليكم لكني مسيحي مثلكم هذا كمسيحي بركة وهذاك كمطران دينونة هذا يعزيني وذاك يخيفني فأنا أتعزل أني مسيحي معاكم معمد معاكم سنجي إلى النقطة الثانية طيبة الطيبة مع الآخرين وهاي هي فائدة الصوم هناك فرح بالعطاء أكثر مما بالأخذ الصوم هو تذكير بأن هناك ناس صايمين طول السنة صايمين بدون صوم صايمين بأشكال الحرمانات أكو من عنده ما يقدر يأكل أكو من عنده بس ما يقدر يأكل ما عنده سنان عنده قرحة عنده مرض عنده سكر كلها البقلاوات وهالكيكات كلها ما يقدر يأكلها هذا مصي هذا أيضا يحتاج أن أفكر بينه أيام اللي كان يقدر يأكل يمكن ما شكر بالكفاية كل الفقراء والمحرومين والأيتام والأرامل تذكرهم الأديان لكن المسيحية اتأسست من أجلب فيما يسمى الشمامسة الشماس يعني خادم والخادم هو الأكبر من كان بكم كبيرا فليكن خادما أكبر روحاني مفكر روسي اسم نيكولا بيرديا إف يقول إذا جعت أنا فتلك مسألة بيولوجية أنا جعان لكن إذا جاع أخي فتلك مسألة روحية جوعي شكل وجوع هو شكل آخر فمسألة الصوم هي مسألة جوعي وجوع الآخر شلون أفكر بينه كجوع مو حتى أعطي أنا زايد مني فقط لكن حتى أسأل نفسي ليش هو جوع هذا هو السؤال أخيرا الطيبة مع ذاتي أنا أنا الشخص الثالث الله الأول القريب الثاني وأنا الشخص الثالث لا ترون كثير مرات لا نحب نفسنا مثل ما يلزم ويسوع يقول أحبب قريبك حبك لنفسك فشلون أنا أحب نفسي بطريقة الطيبة ما ليسوع هذا سؤال أيضا مهم من البداية ما الخلق من فصل الأول من سفر التكوين فصل الثاني يقول آدم حواء اشته ثمرة فأذ نفسه ولازلت اليوم مرات الشهوة مالي هي التي تقتلني هي التي تدمرني من الجقاير من المشروب من الأكل الزايد من طمع من حسد كل الخطايا النابعة من شهيتي وشهوتي هي الأذية اللي بي أأذي نفسي كل الخطايا اللي بي ما أعمل إرادة أبي بل أفرض أنا إرادتي على الآخرين على قريني على أولادي على زملائي هاي الإرادة السلطوية اللي أمارس هاي أيضا هي عدم معرفة حدودي وعدم طيبة مع نفسي أنا أعرف من أكون قاسي ما يحبني لأن ما أمطيت الأجمل اللي عندي ما أمطيت الطيبة اللي كان ممكن بيا أعالج العلاقة السيئة مع الآخرين ما أمطيت وقت كافي لأله حتى أشكره على النعمة اللي أنطاني هي بالحقيقة كل هذه أشكال المبالغات في الكسل في عدم المحبة في الشهوة الزايدة عندي في وقت الصوم كانت فرصة أن نعمل رياضة حقيقية مثل ما هاليوم نعمل رياضة ولو هاليوم الشمس كان لازم نعمل رياضة برا ما نعمل قاعدين جوه بس يلا ما يخالف على هذه الكلمة الأخيرة أن نحن أحسن رياضة نعلمها لأولادنا لما نناكل نصلي قبل الأكل نشكره على الأكل بس منناكل أول لقمة اش قد حلو شفته ببعض البيوت بعد ما حط اللقمة بثم قال لماما عشت إيدك الطيبة مع الله بالبداية والطيبة مع ماما أو بابا في وقت الأكل صدقوني هذا يربي الأولاد على أن يفهمون أش معنا قربان الشكر الشكر قربان نقدمه لما نناكل من إيد ماما ولما نناكل من إيد الله ولما نتمتع بصحة جيدة بهذه الثلاثية العمودية والأفقية بين اتنا إن شاء الله هذا يكون جهادنا الصحيح جهاد الطيبة الشيوعيين كان عندهم شعار قبل مئة سنة يا عمال العالم اتحدوا أنا اليوم أقول خلينا نعمل شعار يا طيبي العالم اتحدوا أتصور رح يصير عالمنا كثير أكوس بالطيبة اللي بارق بيك شكرا شكرا في القصة تشير إلى أنه في إيماننا المسيحي مرات بعض الناس يعترضون على بعض النقاط اللي نحكيها فيقال أنه أحد الملوك الوثنيين كان عنده وزير مسيحي كثير كان الملك يحب هذا الوزير لأنه أمين ومخلص وعاقل ومدبر وكان الملك والوزير يقعدون ويتناقشون ويتسامرون ويستشيروا فديوم كانوا يمشون ويتناقشون وزير قال يعني سألوا الملك أنتم أشتؤمنون المسيح منه فالوزير قالوا للملك المسيح هو الله بالجسد نزل من السماء حتى يخلصنا فالملك قالوا ليش كل هالشدة يعني ليش أنتم تبالغون أنا ملك إذا أريد أحقق فتشيء ما حاجة أن أقوم أنا عمل هكذا واحد من خدامي والوزراء أقلوا تعال روح سوي فلان شيء ها فليش أتحرك وأتعب ليش يأتي يتي الله ويلبس جسد من عذره ويولد في مذواد ويتألم ويتعب وينصلب بينما هو اللي خلق العالم بكلمة واحدة يقدر يخلصه أيضا بكلمة واحدة الوزير قال له مولاي هذا السؤال إذا تسمح لي انطيني ثلاثة أيام أجاوبك بس انطيني ثلاثة أيام مهلة طلع الوزير وراح إلى أحد النحاتين الماهرين وقال له أن يسوي تمثال من خشب يشبه الطفل ابن الملك الملكة عنده طفل عنده مربية يسوي له فالتمثال من خشب مقدد طفل ابن الملك اللي عمره سنتين وراح الوزير عنده المربية ما الملك وقل اللي هي كانت تعتني بالطفل وتطلعه بالعربانة وتمشينه بالحديقة فقل له هذا التمثال تلبسينه ملابس ابن الملك وتحطينه التمثال بالعربانة وأنا والملك نكون كانت تمشى بالحديقة أنت تمشين بالعربانة ويا التمثال وتقتربين من البحيرة أنا من أرفع إيدي اليسار تقلبين العربانة بالبحيرة ولا تخافين فثاني يوم يعني خلص الموعد راح الملك راح الوزير عند الملك وقعدوا يتمشون بالحديقة وطلعت الخادمة المربية لا تمشي بالعربانة والتمثال مع ابن الملك موجود بيا فاقتربت من البحيرة والملك والوزير قي يحكون الوزير رفع إيده اليسار فانقلبت العربانة بالبحيرة وكان يتصور أنه بيا طفله الملك ما قدر يمسك نفسه شط بالبحيرة وطلع الطفل اللي كان يتصور هو طفله خايف لا يغرق وتعجب أنه ما شاف الطفل شاف تمثال فقال له أشني القصة قال له يا مولاي ردته أفهمك ليش الله جاء انت بشر حنيت على ابنك ما طلبت مني أو من خادم روح نزل خلص الطفل ما تحملت فكيف الله يتحمل هو الأب اللي يحبنا وكنا عدكم وجينا زين هس نجي على الأسئلة إذا أكو بعد أسئلة أكو مجال بعدين نشرب هل تتطلب الطيبة التضحية مع الأسف التضحية في زماننا كلمة غير مرغوب فيها كثير بالأزمنة السابقة بالكرازات بالمواعظ كان أكو استعمال أزيد للطفحية بينما اليوم لحظتوا عدم استعمال كلمة الطفحية خوفا من كون الطفحية بيه شيء من الحزن يعني أنا ليش لضحي لما الطفل عنده فد لعبة ويبكي علي أخونه والأم حتى ترتاح تقول له حبيبي لضحي بيا شوية إليش لضحي بيا هاي لعبة يشتروا لي هي هو هذا ما قا يخليني إلا يريد ياخذها مني فإذن التضحية ما كلمة سهلة بس بس هون أكو إذا أكو حب ما كو تضحية يعني شيء اللي تسوينه الماما أو الأخت العائلتها ما نسمينه تضحية بس إذا موظفة ودقل يعني خلص الدوام والمراجع قا يتوسل بيا الله يخليك يعني فهي راح تقول له يلا ما يخال فسوي تضحية كأن التضحية هي فرشية بينما بين الحبايب ماكو تضحية أكو أكو تعبك راحة أكو تدلل يعني بين الحبايب ما أتصور كلمة تضحية تلوق لكن لمن ماكو حب التضحية تظهر ولهذا هذا هو السبب أنه فقدت كلمة التضحية تأثيره هذا أتصور السبب من موقع المسئولية للمسيحي حينما يطلب منه التوسط لعمل شيء هو خارج القوانين والأنظمة هل هذا يدعى بعدم الطيبة أم التزام بالقوانين هذا كل شيء خش سؤال خش سؤال لكن أنا عندي سؤال للسائل أو السائلة هل هذه القوانين هي جيدة يعني أكو قوانين تصدرها بعض الدول هي مو جيدة أو مو عادلة مثل هسا بروناي هذا الملك السلطان ما لطلع قانون اللي يجدف أو اللي يزني يرجمونه إلى الموت أو يقصون إيده هذا القانون ما جيد لأنه إذا تريد تكون عادل هل يا ترى أنت مو زاني هل يا ترى أنت مو بواق أنت مو حرامي منين لك كل هالشيء لديك فإذن يا تكون عادل مع الكل والعدالة هون شبه مستحيلة ولهذا الطيبة تتجاوز العدالة مثل قصتي مع خليل بيق مطران العدالة كانت أنه جيب لي 300 جنيه مالي بس الطيبة اتجاوزت العدالة ولهذا إحنا بالصلاة مالنا إلى الله نقول له يا رب إذا تطبق العدالة معاي أنا منتهي تطبق الرحمة مالك بيمد رحمي حارنا في بحر مراحمك أنا أنظر ما عدالتك عدالتك على رأسي بس إذا عدالتك تطبق علي أنا منتهي رحمتك أكبر من عدالتك وهذا هو سر التوازن الموجود في الإنجيل أنه من له يعطى ومن ليس له حتى الذي له يأخذ منه فإذا هون كثير من تلاميذ يسوع كانوا حائرين قانون الله ما هو مثل قانون البشر ولهذا أي دستور نعمل هذا الدستور ما رح يكون كامل لأنه ما كو دستور بشري كامل وعادل فأحسن شي مقابيل الدستور أكو مثل سكة قطار العدالة هي طرف والطيبة هي طرف آخر فمن تكون العدالة قاسية تجي الطيبة تحمي هذه العدالة من أن أذكر اللي بيناتكم أكبر بالعمر كان أكو مجلة كويتية اسمها العربي وكانت هذه مجلة تصل عندنا وكان أذكر واحد من المقالات كان عندهم باب كل شيء يعجبني اسمه من أخطاء القضاء يعني كثير دول تدعي أنه القضاء ماله متكامل وديمقراطية ومستقلة وهاي بس ياما وياما بالسجون أكو ناس أبرياء أكو ناس طبق عليهم قانون بس هذا القانون ما كان لازم يطبق عليهم لأنه هذا القانون يعني أوكي ما أكو يثبات بس بعد ما مرات عدم الشخص اكتشفوا بأنه ما هو المذنب ولهذا العدالة البشرية مهما كانت هي بشرية ومقابيل الطيبة مالنا هي نوعا ما تشبه بالله أنت بالطيبة أقرب إلى الله مما تكون قريب منه في عدالتك ولهذا يسوع يقول من ناحية العدالة دير بالك لا تدينوا لألا تدانوا دير بالك بس من ناحية الطيبة ما تريد أن تكون طيب خلي يضحكون عليك من سخرك ميلا امشي معه ميلا من سألك أعطيه حتى لو اعتبروك غشيم وساذج هذا هو التوازن ها لتفهمون هاي نقطة كل جوهرية بالانجيل سؤال الثالث لا أعرف إذا أكو بعد هذا الأخير كما قلت سيدنا الطيبة في زمننا ضعف المشكلة أنه لا مكان للطيبة في زماننا اليوم حيث أن الشركات الأهلية تعتبرها ضعف ومرفوضة لأنها تؤدي إلى الخسارة في أرباح الشركة لا صدقني ما دائما صحيح لأن أعرف شركات أيضا تحط في حساباتها وميزانيتها مساعدات وأنا شاهد أنه بالسنوات الأخيرة اللي بيساعدنا كثير من طلابنا والمهجرين والمشاريع اللي دا أبنية هاي قبل يومين كنتوا بسليمانية شركة شركة في كردستان وشركة فرنسية لما عرضتوا عليهم وشوفتولهم من المشروع مع البيت الرحمة في سليمانية قلوا لي من هسا كل شيء تأخذوا من عندنا خمسين بالمئة خصم فهذا طيبة أكو شركات فعلاً أيضاً تريد سمعة إلى وعند طريقة للمساعدة بهذه الطريقة أنا أصور أنا أصور الخسارة الخسارة ما تجي ما تجي بالتبرع والمساعدة يمكن الخسارة أسباب أخرى ما أعتقد الطيبة أبداً تأدي إلى الخسارة بالعكس يمكن تسوي له دعاية ووذا حتى لو سويتوا له دعاية لهذا صاحب الشركة بعد أحسن ذاك الوقت الطيبة أيضاً بيها مردود مردود آخر نحن الشرقيين عندنا كلمة نسميها البركة وكلمة بركة ما تترجم إلى اللغات الأوروبية صعب ترجمته بركة كلمة بركة ودائماً نحن نقول يا رب باركنا يا رب مبارك الخبس مبارك الأكل مبارك حياتنا البركة هي تقابلها كلمة النعمة والنعمة أيضاً كلمة صعب ترجمته يسوع جابنا النعمة والحق نعمة ربنا يسوع المسيح هذه النعمة وهذه البركة هي كلمات مرادفة للطيبة الله يبارك بيكم شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر